تأتي تلك التطورات بعد أن أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي موافقته بالإجماع على شن هجوم على رفح الفلسطينية حيث أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الاحتلال بدأت بإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة في إطار عملية محدودة النطاق حيث تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه بحاجة لنقل مائة ألف شخص ووفقا لما أوردته الإذاعة فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين في الأثناء شنت قوات الاحتلال قرابة سبعين غارة على أنحاء مدينة رفح الفلسطينية في إطار ما أسماه بعملية محدودة النطاق يأتي إجلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين من رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة متحديا التحذيرات الإقليمية والدولية لهكذا عملية ووفقا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن عمليات الإجلاء تتركز على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين مصر ومنذ بداية الأزمة قبل أشهر سارعت بالتحذير من العواقب الوقيمة لمثل هذا الإجراء لا سيما في ظل ما يكتلفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية لسكان القطاع وأكدت مصر على أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من خلال جولات من المفاوضات التي تستضيف أغلبها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتبادل الأسرة والمحتجزين بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ورغم أنها الداعم الأكبر لإسرائيل أعلنت مرارا معارضتها أي عملية برية بمدينة رفح الفلسطينية دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين وأكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين أنها تعمل على إيجاد حلول لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين فضلا عن حث إسرائيل على السماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع وتعد مدينة رفح آخر ملازل للنازحين في القطاع المنكوب فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بالدعاء أنها مناطق آمنة واليوم تطلب إسرائيل من أكثر من مليون وأربعمائة ألف فلسطيني ترك تلك المناطق التي وصفت سابقا بالآمنة والتحرك إلى مصير مجهول محاط بالموت والدمار من كل مكان